شارك أكثر من 200 شاب وفتا من المحافظة الحدودية في العديد من الأنشطة ضمن مشروع أهل مصر تحت الشعار يهمون الإنسان يعد المشروع أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية بهدف دمجهم مع بعضهم والتبادل الثقافات والخبرات واكتشاف مواكبهم أكثر من 200 شاب وفتا من المحافظات الحدودية اجتمعوا في قصر ثقافة شرم الشيخ للتعبير عن هوايتهم الفنية والثقافية وتبادل الخبرات واستعراض الموروثات لكل محافظة تحت شعار يهمنا الإنسان المشروع الذي أطلق عليه اسم أهل مصر يعد أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برنامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية بهدف دمجهم مع بعضهم وتبادل الثقافات والخبرات واكتشاف مواهبهم من خلال برنامج عمل يتضمن خمسة ورش أدبية وهي تعليم إلقاء الشعر والموائد المستديرة والصحفي الصغير والحكواتي عن طراثنا المصري وورشة أنا وكتابي احنا المرات معنا أسبوع في 200 طفل من الأماكن الحدودية بيعملوا دمج مع الناس من القاهرة جوه سينة الثلاث اختيارات هي دمج بين الأماكن الحدودية والعاصمة واخترنا سينة علشان سينة السنة دي احنا بنحتفل بالليوبيل الزهبي لنصر أكتوبر خمسين سنة على النصر والعبور فهنا قلنا أننا نتجه لسينة أرض السلام أرض المحبة يتضمن المشروع أيضا ستة ورش للأشغال اليدوية وهي تعليم صناعة الحلي والإكسسوارات منسوجات تراثية بروح عصرية وفن الخزف وورشة فنون تشكيلية بالإضافة إلى أربع ورش فنية وهي فنون الأداء والغناء والمصرح والفنون الشعبية حيث أبدع الشباب المشارك في كل الورش وقدموا عروضا مصرحية أبهرت الحاضرين اشتركت في ورشة أنا وكتابي وكنا بنتكلم أول مرة عن كل واحد هدفه إيه وكل واحد تتكلم عن المحافظة بتاعته والمزايا والعيوب بتاعتها مبسوط أن أنا شاركت في مشروع أهل مصر لأن تعرفت على أصدقاء من جميع محافظات مشروع عمتا اتعلمنا إزاي نعمل حاجات من الطينة إزاي نعمل مثلا طواجن أولا كده كان قدامي ورش كتير قوي بس اخترت الورشة دي لأنها جديدة ويعني ما سمعتش بيقى قبل كده دخلت هنا ورشة الخيامية عرفت إزاي أطرز وعرفت إزاي أخيط عن طريق الغرزة السحرية وأنا بشكر جدا مشروع أهل مصر على الرحلة الجميلة دي ورشة بتاعتنا بتتكلم أن إحنا ألفنا كتاب من رأينا ومن شخصيتنا يعني أول حوار تكلمنا عنه كان اللي هو عن بلدي شما سيناء كتبنا عن محافظتي وكتبت تشتير بإيه وعيوبها إيه ومعيزاتها إيه دخلت ورشة الخزف وكان قدامي ورش كتير زي الرسم والدائرة مستديرة والكتابة وأنا وكتابي بس أنا حبيت الخزف وحبيت أجرب حاجة جديدة دخلت في ورشة نائدة المستديرة دايما بدخل الخرز وبدخل فخاره كده قلت أجغير وعجبتني الورشة دي جدا من خلال المشروع حرص قصر ثقافة شرم الشيخ على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وتطوير فكره الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف نواع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه